السلام عليكم شباب الله يعطيكم العافية معكم اسامة غزال هذا الدرس الرابع والعشرين من سلسلة دروس دلفي الدورة المبتدئة في هذا الدرس بدنا نتحدث عن string format كيف بدنا نعمل formatting للstring يعني احنا بدروس سابقة تعلمنا كيف نعمل format مثلا للfloat انه كيف نحطه ثلاثة ديجيتس او مش ثلاثة ديجيتس او هكذا بهذه الدرس بدنا نعطي كيف نقدر نتحكم احنا بالstring نفسها نضمن النص متغيرات ونعطي قيم لهذه المتغيرات هيجي لك احد الشباب ليش بدنا نسوي format له في عنا اسباب كتيرة ممكن هذا الفورمات يكون لqueries انا بدي انشئ query وبدي احط من جوة الجملة query من جوة القيم بدل مسير احط زائد كذا وزائد كذا وزائد كذا لا منها بنفسها بضمنها القيم وبسويها ممكن انا بكون انسق عشان احطها في قلب ميمو ممكن انسق علشان اسباب كتيرة ممكن انسق انا حتى اظهر الارقام بصيغة معينة او بمساحة معينة خلينا نشوف احنا كيف نبدأ انا في عندي هون name وعندي age وعندي number of children وعندي salary ممكن انا اجي هون بدي اظهر له هذه الجملة اجي احكي له مثلا احط له متغير var نحكي له اه my name و my text equal string ونيجي نحكي له integer وعننا كمان وفي عنا مثلا double اوكي احنا هلا بدنا نجي نسوي format لهدول المتغيرات ونظهرهم بطريقة معينة خلينا نشوف نجي نحنين مثلا ال my name equal اللي هو dot text وعننا بتساوي استي ار تو انتجر ل edit two dot text اوكي وفي عنا كمان شو عنا كمان وعننا الشلدرين بده يساوي نفس الطريقة استي ار تو انتجر ل edit three dot text وفي عنا كمان salary بده يساوي str to float لا edit four dot text تمام هلا انا بدي اجي انا السيق بدنا نيجي نحكي له my text بده تساوي بنحكي له format وبنفتح قوس وبنسكر قوس وبنحط فصلة منقوضة هذا الفورمات هو اللي بدنا نشتغل في قلبه بعدين بدنا نيجي نحط له هون single quotation فاصلة مربع قوس مربع ونسكرو بقوس مربع شو هدولي هذا عنا الرسم والفورمات بدنا نعملها وهون بدنا نحط سلسلة القيم متبوعين بفواصل تمام طيب في string format شو نحكي له مثلا نحكي له my name is نقطتين فوق بعض بعدين نيجي نحكي له هون percentage اشارة ال percentage هي اللي بنعمل نسوي فيها الفورمات لاي قيمة انا بدي احطها كم تغير فمنحكي له هون عبارة عن ايش عبارة عن نوعها string s s معناته string فانا بحكي له هذا المتغير نوع string فبقوله my name is متغير نوع string ومنعطي فاصلة ومنقول له and i am ها بعدين percentage و d d اللي هو decimal رقم عشري عددي عدد عشري اوكي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة رقم اذن i am كده years old تمام بعدين and i have مثلا نفس الطريقة percentage و d children تمام بعدين بنحكي له كمان اخر شي my my income is بعدين نعطي ال percentage و بنعطيه مثلا number in تمام بعدين number شو بنحكي له month li وبعدين نعطيه هاي الفاصلة بعدين بدنا نيجي لنعطيه القيم اكم اكم متغير عنا هون variable عنا اول متغير هايو نوع string تاني متغير هايو خلينا نسكر هدولي هيك نوع d decimal تالت متغير هايو نوع decimal رابع متغير نوع number فهلا بدنا نيجي نحط هون المتغيرات اول متغير اسمه اللي هو my name فاصلة اللي هو هذا my name تاني بدنا نتغير بنحط له ايش بدنا نحط له ال edge تالت متغير اللي هو children رابع متغير اللي هو salary تمام بعدين نيجي نحطي له memo dot lines dot clear او نحطي له dot clear مقاشرة يعني واحدة من دين تان يا هيك يا هيك بتصفر بعدين نحطي له memo one dot lines dot add بنحطي له my text اوكي خلينا نشوف كيف بده طلعنا القيمة نتيجة هاي حطينا هاي الاسم الاول ال age number of children salary do format شوف شو طلعنا my name is جميل and i am 40 years old and i have four children my income is two thousand monthly لي اوكي طيب two thousand ايش الله اعلم دولار دينار ريال خلينا نشوف هلا احنا حطينا عبارة عن ايش عبارة عن ان ان يعني number طب لو بدنا نيجي نحكي له انه هذا عبارة عن money فبنيجي نحكي له m meme money وهن رح يعطيني العملة تبعة البلد ها ممتاز اذا هاي my name my income is two thousand دينار اردني اوكي فاعطانا العملة لانه نوع المتغير اللي حطيناه money اوكي فبهالطريقة هاي احنا حطينا format طيب ممكن انا اغير نقول له اسامة غزال and my age is year 46 and i have three children and ما يصلي مثلا الفين وخمسمينة لبلاب اي اشي وهي do format مباشرة سوالي هاي الاسم وهي العمر وهي عدد الاولاد وهي ال income واضحة هادي بالنسبة لل format ال standard طيب شو في اشي عنا غير standard في يعني ممكن انا اجي احدد له انا والله بدي عدد الخانات اللي تظهر لي فيها الستة العمر مش خانتين او على قد الخانات بالزبط لا بدي اياها مثلا بستة خانات الاسم بدي اياها بعشرين خانة الرقم بدي اياها كده اوكي خلينا نشوف كيف طبعا هلا انا عندي هاي الاسم الاس الاس انا حولي اياها عبارة عن بس عبارة عن متغير string لو انا بدي احجز له عدد خانات باجي بقول له تلاتين خانة فهون رح يحجز تلاتين خانة للاسم اوكي نفس الطريقة انا عندي هون الام خلينا نقول له ان الان هذا عبارة عن رقم هذا الرقم انا بدي احجز له خانات وحط له رقم عشري عدد فاصلات عشرية معينة ولا بدي two digits three digits four digits منيجي بنحكي له هون انا بدي يحجز لي عشر خانات dot وبيدي خانتين او تلات خانات او 10 point 3 نفس طريقة اذا بتشوفوا كيف بالsql server مش بنحط له عشرة وثلاثة ديجيتس خلينا نشوف كيف ممتاز هلا هاي هون حجز لنا هون تلاتين خانة لاحظوا احنا هون حطين تلاتين هون حجز لي تلاتين خانة لو عبدانا هدول حنلاقيهم مع كلمة جميل تلاتين وحط لي الالين ايش right align حطهم باخر التلاتين وهي الاربعين years old وهي الانكم الفين حط لي ثلاثة فواصل عشرية بعد floating point حط لي ثلاثة زيروس اوكي طيب لنفرض ان انا بدي هون العدد اربعة هذا العدد اربعة بدي احط اخلي دايما يكون عبارة عن مثلا four digits منهم تنتين اجباري يدخلوا اوكي فمني جي بنحكي له هون الدي باجي بحكي له اربعة دجت point تنتين هلأ بما انه هذا decimal decimal اللي هون ما في فواصل عشرية فالpoint two هاي مش عبارة عن فواصل عشرية لأ هاي بتصير عبارة عن ايش الاجباري يدخلهم خلينا نجرب كيف هاي do format لاحظوا كيف حجز خانة دنتين هاي واحدة دنتين هاي هون واحدة هاي اللي انا معطيها ال space already اوكي اي واحد تنين تلاتة اربعة والخانة الاجبارية حط فيها صفر اوكي اعملها اعملها lift align يعني default right align لاحظوا هاي هحطها lift align وحطت لنا باقية التلاتين هون كلهم ولو جيت قلت له هون اسامة غزال نفس الطريقة حتقولوا ليش زاحة طيب طبعا لانه انا ال space عندي هاي هاي مساحة ال space اصغر من مساحة الجيل capital ولا all capital وال all capital اكبر من ال i capital مش رح يكونوا نفس المساحة يعني هدا اشي بتعلق بالانترفيس وبالجرافيكس تبع ال ويندوز كفونتس لان احنا نتعامل مع فونتس هون graphical مش text اوكي طيب شو فيه عندنا كمان شو بدنا نفهم هذا الحقيق كيف نفهمه بالصورة التالية بالصورة التالية احنا بنشوف الفورمات هاي حطينا هون مثلا ال %8s راح اجزلي 8 خانات في الجدول او في الخانة نفسها و default هو right align حطي الكتابة من اليمين يعني بلش من الخانة الاخرانية وبلش يكتب وحجز الخانات الفاضية بالبوز في الاول لكما حطينا ناقص 8s فهو حطي اللي بلش من الشمال لليمين بلش والتمانية بقيت 8 هدول 5 وبقيت التمانية حطي اياهم فراغات فلازم نحط اشارة قبل الرقم وبعد ال percentage اوكي طيب هذا الحكي اقرب ايش بفيدني يعني انا ممكن مثلا برضو نعطي امثلة اخرى انا ممكن بدي امثلا اضيف مواد اه بدي اجي اعمل هون مثلا في ال بدي اعمل function ها رجعنا ال functions مثلا add record وبدأ نيجي نحط في قيم item name shift c بال c اضف ل function لحاله فهمنا نيجي نحكي له result تبعة function شو بتساوي بدأ تساوي بدنا نحجز ال item name 30 فمنيجي بنحكي له format بنفتح cos بنحط single quotation بنعطي percentage ناقص 30 بعدين بعدين بنقول S بعدين بنحكي له space وبنحط له percentage التي تبدي احجزها مثلا خمس خنات ونوعها D decimal بعدين space price بدنا مش price احنا بدنا فعلين amount بس مع ذلك بنعطي percentage ومنحكي له عبارة عن number وهذا النمبر قديش لنحجز له بدنا نحجز له عزائي مثلا خلينا نقول له 10 خنات و digits 3 و هيك بدنا نسكر single quotation ونعطي فاصلة ونفتح مربع اول قيمة متغير اللي هي item name فاصلة ثاني متغير اللي هو quantity فاصلة ثالث متغير اللي هو عبارة عن quantity ضرب price ها شان ناخد amount يعني هون برضو اعطينا سوينا زي معادلة حسابية ومنسكر القوس ومنعطيه فاصلة من القوطة فهون رجعنا قيمة string result string رجع لي عبارة عن الارقام او القيمة record inform تجاهزه سوى لا formatting فلما نيجي نرجع لهن طيب انا في احد الاصدقاء اصدقاء لقناة الاعزاء لفت نظري انه انا مرات افتح اذا كان اكتر من سطر افتح قوس اللي هو القوس اللي هي حرف الجيم اوكي الفوق الشفت مع حرف الجيم واسكر قوس بشفت مع حرف الدل من هون هذه الطريقة الاولى عشان اسويها comments الطريقة التانية بعمل سلاش سلاش انا اعتقد اني شرحت هذي بالcomments ببداية الدروس الاولانية اول اول سلسلة الدروس الطريقة التالتة اني اضللهم كلهم وعطي control مع سلاش ولو كبس كان مرة control مع سلاش بشيلهم يعني في الان سكرين كيبورد هايها انا مضلل هذوري ها نيجي نضللهم كم مرة بعطي control هاي او هاي اي واحدة فيهم مع هاي السلاش اوكي هيك بروح بسوي لهم كلهم كومنت وكام مرة control مع سلاش بروح بشيل الكومنت عنهم تمام فانا هلا بدي اجعل كونترول سلاش نسوي لهم كومنت ونيجي نحكي له كالتالي بدنا نيجي نحكي له memo one dot clear او هاي هم فلس ها control سلاش شلنا عندهم الكومنت تمام منيجي بنحكي له add sorry memo one dot lines dot add نفتح post نحكي له add record بدنا نستدعي function وهلا بدنا نعطي القيم شو القيم الاولى بنح نحكي له مثلا galaxy bar تمام هذه القيم الاولى اللي هي string القيم التانية عبارة عن quantity والله اخدت اربع حبات قدي السعر الوحدة 0.6 تمام وبنسكر قوس فاذا احنا هون مباشرة استدعينا الفانكشن اللي بدو يعملي الفورمات وبدنا نضيفه بقلب اللاين مباشرة هاي الفانكشن عملي فورمات ورجع لي قيمة فالقيمة هاي حطناها بال memo نيجي نعطيه سطر الثاني ثالث رابع السطر الثاني عبارة عن kit cat shunky والله اخدنا حبتين حق الوحدة 75 ونيجي نحكي له هون مثلا mocha ice cream okey الموكا ice cream والله اخدت انا حبة او حبتين 3 حبات يا جماعة ها بدنزعلش دينا الربوع الوحدة واخر شي اخد اعطينا بيبسي 6 حبات حق الوحدة 41 اش اوكي نيجي ننفذ هلأ نقول بسم الله نسوي do format ممتاز هاي وضفلنا galaxy bar وراح حجز لي 30 خانة بعدين 4 دينارين و40 اعطاني نتيجة كيت كات شانكي نفس الطريقة الموكا ice cream نفس الطريقة البيبسي نفس الطريقة هنرجع نفس السؤال انه ليش مش جايين على نفس العمود السبب واضح جدا انه حرف الج عم باخد حجم اكبر من حرف العم باخد حجم اكبر من السبب يعني احنا هلأ هون ال n وال k وال y 3 لكن لو جينا جبنا السبب هذول 1 2 3 4 فاضيين سبيسيز اخدوا حجم ثلاث كاركترات مليانين تمام اذا هذي الطريقة اللي عملنا فيها فورمات وسوينا فورمات للنمبر وعملنا فورمات العدد الخنات طيب احنا لو بدنا نيجي نعمر نعرف بالزبط طريقة الفورمات الطريقة اوضح شوية احنا هذي الحكي شو هذي بناه شي هذا اللهم اصلا على محمد بدنا نسوي هيك وبندنا نيجي نحكي له كالتالية بدنا نحكي له memo1 dot lines dot add بدنا نيجي نحكي له فورمات نفتح قوس single single فاصلة وبعدين قيمة ونسكر قوس وعلى بتاستفا اوكي هون بدنا نيجي نحكي له star 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 بعدين نحكي له خلينا نحكي له اللي هو الpercentage 6 point 3 وD وبعدين star ونيجي نعطيه هون الرقم اللي هو خمسة وخلينا نجرب لاحظوا star star هاي اللي احنا حطيناها بعدين عندك خانة خانتين ثلاثة فاضيات 4 5 6 يعني عندي حجاز دي 6 خانات لانه احنا هون شو معطينه 6 خانات هاي 6 خانات منهم ثلاثة دي جيتس يدخلوا اجباري منهم ثلاثة دي جيتس اللي هي هادي يدخلوا اجباري فاذا نحط لي صفرين قبلها لكن لو قلنا له ستة بوينت ستة هيعتبر كل واحدة فاضية عبارة عن صفر ايها كلهم حطي لي صفار بعدين حطي لي خمسة مش واضحة طيب نفس الطريقة هلا اجينا حكينا له ستة لحالها وعطينا خمسة وعطينا كمان واحدة هون وحطينا لهون ناقص ستة وهي run وهي do format هاي كمان مرة هون حط بالاول وهون حط بالآخر يعني هون عمل اللي هي ال default وازا حطينا له اشارة بعطيني left align اوكي اي شو ضل عندنا كمان ضل عندنا يا جماعة نوضوع التاب وشف تاب برضو صديقنا العزيز نفسه لفت نظر الى موضوع التاب انه لنفرض انه انا عندي هاي مجموعة اسطر بدي اسويلهم تاب يعني اعملهم تاب تاب مثلا اوكي يعني هاي انا عندي هون ها control كمان مرة control slash انا اعتقد ذاكرها بس مش عارف باي درس ذاكرها هون لو اجينا من نسوي له نسوي له تاب كلهم يعني احنا لما نيجي نوحدة نسوي له بتصير بدي اقعد اعيدهم كلهم وسوي لهم هيك بتطلع غلبة لا احنا ممكن نعملهم كالتالي بنثوي لهم shift اوكي نيجي لهون نحتي له control shift i control shift i زاهم كمان تاب تاب ctrl shift i بزيحهم كلهم بدي ارجعهم ctrl shift u ctrl shift u ctrl shift u واضحة بهالطريقة بنرجعهم او بنقدمهم مع بعض كتاب اعتقد هذا كل ما هناك بالنسبة لل formats طبعا الفورمات شباب في عندك كتير متغيرات يعني احنا استخدمنا متغيرات لهم d فعليا والs والn والm ال d كانت عبارة عن عن شو عن decimal او decimal اه اللي هي رقم عشري عادي عددي او integer or integer بينما ال s عبارة عن string وال n عبارة عن number وال m عبارة عن money اوكي طيب بال دي لما نيجي نحكي له الفورمات هيك ال percentage خلينا نفتح لكم text file ونكبر الخط شوية اوكي هلأ ال d حكينا عبارة عن هاي خلينا ننسخهم زي ما هم control x ونحطهم هم اوكي هلأ في عنا بالنسبة ل ال d لما عملنا percentage 5 point 2 d شو كانت النتيجة كانت النتيجة هاي لو حطينا هون خلينا نحطهم بين stars ها عشان نكون واضحة الأمور فبيكون عندك 1 2 اوكي بعدين 0 او سوري 1 2 3 0 5 star هذا لانها انتجر لانها decimal او انتجر اعطانا space 2 3 المجموع 5 الاجبار 2 تمام طيب اذا اجينا حكينا له ها لو حكينا لن ناقص خمسة دي اذا بده يعطينا هيك صفر صفر خمسة بعدين space 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 يكملهم على الخمسة تمام حيسوي left align مش هتكون right align طيب لكن بالنمبر والمني او خلينا نقوله النمبر لو اعطيناها 5 point 2 بيختلف الوضع مش هيك بسوي بيجي بحط لي digits و بحط لي dot و بيجي بحط لي مثلا 6 space فهو هيحسب 1 2 3 4 5 المجموع 5 اوكي floating point 2 تمام ونفس الطريقة هون هيجي يعطيني مثلا 6 point 00 بعدين space لو اجينا حكينا لهون 8 وهون 8 هيجي 1 2 وهون 1 2 يعني هيصير 1 2 3 4 5 6 7 هون كمان space وهون كمان space اذا هيكون مجموعة ما هي 1 2 3 4 5 6 7 8 هيحشز 8 خنات وبالماينس راح يخلي left align وهيخلي اجباري منهم 10 floating point بعد 0 اوكي طيب لو كانت الرقم لو كان الرقم مثلا 15 المدخل 15 point هيك وانا اجيت اعطته ناقص 82 او 82 او 82 هاي لو قلنا له input يساوي هيك اذا اذا الـ output وقابلها 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 15 هدول يقدش مجموهم 1 2 3 4 5 فاذا هايحط كم واحدة حتى يوصل الـ 8 تمام اذا هذا الفورمات بهذه الطريقة اللي هي 8 point 2 دي مش دي يا شباب بعدين معنا n n يا شباب n n خربطنا سامحونا سامحونا نعجعنا فيها اوكي n في الـ n راح يسوي spaces بالاول بعدين digits طيب بهذه الحالة اذا كان الـ input take copy راح يسوي اللي هو بدل ماهو بالاول حيصير بالاخر حيصير lift justify والـ space البداية الضائلة 1 2 3 هتصير بعد هذا ونفس الطريقة هياخد بس 10 واضحة شباب والمني زي ما حكينا بحط لك المني طب لنفرض انه الرقم هذا اقل من الرقم هذا او الرقم هذا اقل من الرقم هذا يعني احنا يجينا قلنا له هون الـ input يساوي 300 او بهذا الرقم اذا اذا الـ output شو راح يساوي انا عندي هون خمسة بس الـ output هيكون ايك معين هدول ستة كلهم بس هياخدهم فاذا الـ 5 هادي تكون على الاقل خمسة بناء على حجم المتغير اللي احنا بعثنا تمام ان شاء الله شباب تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وان شاء الله يعجبكم وما تنسونا طبعا من اللايك ومن الشير وما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم إشعارات بآخر فيديوهات نزلناها وبشكر صراحة بشكر كتير تعاون بعض المشاهدين بابداء ملاحظاتهم وبشكر ذوق الاخ اللي لفت نظري لصديق البرنامج لموضوع الاسلاش ولموضوع اللهم صلى الله عليه وسلم محمد التاب إذا لم يكن مزوي انه بعتلي على الخاص ما قاعد يحط ملاحظات بالكومنتس العامة بشكر له ذوقه وأخلاقه وإحنا كعهدنا بشاهدين إن شاء الله تكون داما ذوق وأخلاق عالية إن شاء الله وبشكر لكم حضوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته